السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لانه بيبني السدود باستمرار فبيجمع الطين وفروع الاشجار واوراقها المتوفرة حواليه وبيعمل بيها سد عشان يخبي نفسه من الحيوانات المفترسة ليه جسم طويل ورفيع ورجليه وإيديه صيارين وبيعم كويس جدا وبيساعده في السباحة ديله المسطح ووزنه بيوصل لخمسة واربعين كيلو وبياكل الأسماك والطيور والدفاضع المضرع ذو التسعة أشريطة والحيوان ده اسمه العلمي الأرمدول العملاق بيغطي جسمه وصلة أو درع وده عشان تحميه من الحيوانات المفترسة والدرع ده مارين جدا بيخلي حركة الحيوان سهلة ومارينة بينتشر في أمريكا الجنوبية والشمالية وأمريكا الوسطى بيبلغ طوله حوالي خمسين سنتي ووزنه بيوصل لتلاتة كيلو بيعيش منعزل لوحده وبياكل الحشرات وبيننف النهار وبينشط بالليل زي البومة علشان كده بيموت منه كتير على الطرق السريعة من حواليس العربيات وبيستطيع أن النط المسافة الكبيرة بتوصل لمتر ونص تقريبا وده بسبب شدة مرونة الدرع اللي بيتواجد على ظهره وحش جيلة وهي سحلية سامة وبينحس من اسمها أنها وحش فزيع لكنها مش خطيرة وكسهلة جدا وبطيئة ومحصلتش أي حالة وفاة منها للإنسان ولكن ده من بيمنعش الناس أنهم لما بيشوفوها بيحاولوا يقتلوها جسمها أسود بيتغطى بأشور خرازية وفيها بقع بتلمع لونها أحمر أو برتقالي والألوان دي عشان تحذر الحيوانات الكبيرة أنها تقرب منها أو تحاول تفترسها وبتطلع صوت زي الشخير عشان تخوف الحيوانات اللي حواليها جسمها كبير وحركتها بطيئة ولسانها سميك بتاكل استحالي والدفاضع والحشرات والطيور سلطعون حدوة الحصان الأطلسي والسلطعون ده دور كبير جدا في إيقاظ الملايين والمبشر كل سنة وبيعتبر من أقدم الأحياء على الأرض حتى أنه أقدم من الدينوسارات موجود على الأرض من 450 مليون سنة وشكله تقريبا ما تغيرش من زمان من ساعة ما توجد علشان كده بيقولوا عنه أنه حفرية حية ممكن تشوفوا لما بييجي المادة في المحيط الأطلنطي وكمان موجود في المحيط الهندي والهادي وفي خليج المكسيك ومعرض لخطر الإنكرادو ده عشان بياخدوه ويعملوا منه أسمدة وبيستخدموه في صناعة الطب الحاوي في اختبار الأدوية الطبية والعقاكير اللي بتحقن في الوريد علشان كده هو مهم جدا للإنسان البيسون بيعتبر أكبر حيوان بر بيوصل طوله إلى مترين ووزنه بيوصل إلى 900 كيلو تقريبا وهو مجموعة من الحيوانات البرية لموطنها الأصلي أسيا وأفريقيا وصغار البيسون بيسموهم الكلاب الحمرة بسبب لونهم الأحمر البرتقالي وهو موجود قبل الأوروبيين ما يجوا القرب كتير وكان منتشر بالملايين من ألسكا إلى المكسيك ولكن مع وصول الأوروبيين قلت أعداده بشكل كبير وأصبح أعداده بالمئات فقط وأفضل مكان ليه حالين هو حديقة يونستون في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه بيعيش فيها بحرية وبدون خوف والحيوان ده كان من الحيوانات المهمة جدا للبشر من زمان لأنه بيوفر لإنسان الطعام اللحمته والملابس من فروته وكمان الوقود من شحومه لكنه الآمن الحيوانات المهددة بالانكراد الحوط الرمادي هو حوط موطنه الأصلي في شرق وغرب أمريكا الشمالية كمان موجود في إسلندا واليابان والساحل الشاري لكارة أسيا وهو من الحيوانات المهددة بالانكراد واختفت أعداد كبيرة منه جدا في المحيط الأطلسي وده لأن الحيوانات دي بيقبل الصيادين على استيادها بشكل كبير والحيوانات الرمادي بتقوم برحلة مذهلة كبيرة جدا بيسبح على طول الطريق من لاغونة سان إغناسيه بالمكسيك وبيولد هناك وبيمر البحر بيرنغ اللي بيفصل بين روسيا عن ألسكا وبتهدد النوة من الحيوانات ضربات السفر الكبيرة اللي بتغبط في الحيوانات دي وبتؤدي إلافتها صعبان البحر الأمريكي هو موجود في بحر ساراجوس حول برامودا وبيصبح لمسافة تصل إلى 10.000 كم إلى مسطحات الماء العزبة الممتدة من جرينلاند إلى فنزويلا وبيعيش لمدة طويلة بتصل إلى 40 سنة في الماء العزبة وبيرجع مرة تانية إلى بحر ساراجوس للتقاصر قبل ما يموت ومش موجود غير مجموعة واحدة متكسرة من استعابين الأمريكية ديت وبيولد مرة واحدة في السنة ويتم تصنيف التعابين ديت على أنها مهددة بالانكراد وده بسبب السيد الجائر الليها اللي في ارتفاع رهيب في كندا والولايات المتحدة الأمريكية سلحفات القطور النهاشة وهي بتعد أكبر السلاحف الموجودة في الماء العزبة في أمريكا الشمالية موطنها الأصلي جنوب شرق الولايات المتحدة وهي معروفة بأصدافها الكبيرة الشائكة اللي بتشبه الدينسورات وخصوصا الأنكيلوسور وليها فكان قويين جدا وان المعروف انها بتعد من خلال مجبض المكنسة الخشبية وهي بتتغذى على اللحوم زي الأسماك والرخويات والبرمائيات والجيف وهي معرضة للانكراد اللي مور حلقي الزيل وهو بينتمي إلى فصيلة الراكون وبيتواجد في لويزيانا وأركانساس وكاليفورنيا وجنوب أوريغيون في الولايات المتحدة الأمريكية وبيتواجد كمان في المكسيك وهو حيوان سادي ولي العديد من الأسماء فبيسموه القط زوديل الدائري وقط عمال المناجب وقط الزواد وقط الكاكومستيل وعلى الرغم من كل الألقاب ديت فإنه في الواقع مش قطة وفي الحقيقة إن اسمو العلم بيترجم إلى التعلب الصغير الزكي وديله بيغطيه فروبني غامئ بيميل السواد وليه أجزاء سفلية شحبة وشكل وشه بيشبه التعلب وليه شوارب طويلة وفرو اسود حوالين عينه وديله أكتر حاجة بتميزه فديله بنفس طول جسمه تقريبا ومحاط بخطوط صودة وبيضة والحيوان ده بيستطيع إنه يعيش لفترة طويلة بدون إنه يشرب المية اللي بيحصل عليها من الغذاء اللي بيأكله وفي العموم حيوانات أمريكا الشمالية كلها تركيز بولها بيكون عالي جدا وتتميز به عن باقي الحيوانات الموجودة في العالم كله وده اللي بيخليها تقدر تحتفظ بالمية لفترة طويلة والليمور دوت تم تصنيفه في الاتحاد العلامي لحفظ الطبيعة على إنه الأقل قصارة بين أنواع اللي مور الأخرى وبكده خلصت حلقة اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسلكم الجديد إن شاء الله